المتوسطين 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 فعلاً يعني برك الله فيكم على الكلمة هذه نحن نبنيه في علاقة جديدة مع مؤسسات الدولة في مكان الجمعية التونسية الوجود فقط هو يغير هذه العلاقة حتى تصبح علاقة سليمة لأن قبل كان لدينا كل مؤسسات الدولة هي تعني بالنسبة لنا يعني مؤسسات ليست للمواطن التونسي فمعنيتها هذه بادرة جيدة ونحن إن شاء الله نكون عنا اجتماعات مع كل جمعيات مش توفرنا التعارف على كل الجمعيات التونسية حتى نتكامل في العمل مع بعضنا وحتى نبني تونس الجديدة ونشارك في هذا التحول الديمقراطي اللي إن شاء الله يتعدى بسلام وكان مطلب تاريخي أن الجمعيات التونسية بالهجرة يكون عندها مقر مثل الدول الشقيقة الأخرى كالجزائر والليبيا والعراق والسعودي عندهم مقرات اللي تجمع الجمعيات الهجرة أحنا كان مطلبنا أن نأخذ المقر الكبير متاع بودزاريس مع الأسف ما تسناش هذا السيد السافير سمحنا اليوم باش يكون عندنا المقر إذا ولو أنه صغير الحجم ما يكفيش معنا عدد جمعيات في الهجرة كبير برشة إن شاء الله هذه بداية خيره وخطوة أولى نحن نتصارت لك 김لعيات تونسية جمعيات تونسية جمعيات يطلبون جمعيات أخرى ونطلبوهم بالخروج من المقارة على قرب 3 مرات نجيو على خاطر الجامعيات اللي كانوا اللي هنا جامعيات من النظام السابق وإحنا إذوليتا ونعرفوا اللي صفحة دالت ونجمنا معناها نباروا صفحة ونتعديوا بحاجة أخرى وكان نظهر لنا مطالفة من مقارات في بيريس كانت تنجم الجيلية التونسية تستغلها ومعني ما ننجم وناخدوا الحاجة إلا ما نناضي الوراء وحتى حتى ما يجي كاكا مطالب الهجرة عديدة عديدة ومتعدة من هالمسلس الأعلى للهجرة اللي بديت الأعمال والمشاورات لكنها توقفت لأسباب عدة من مش وقت توابش نترحوها إن شاء الله في المستقبل القريب ننطلقوا من جديد في المشاورات لنظر في تركيبة هالمسل الأعلى للهجرة اللي هو أيضا يمثل طلب تاريخي للجمعيات الإجرة في الحاجة هذه نقطة التقاع جديدة تجمع الجمعيات بعد توفرت بعض النقاط الأخرى والحمد لله بعد الثورة المباركة في تونس وهي حقيقة يعني تمثل فرصة للتنسيق بين الجمعيات ودعم التعاون بينها خاصة في ظل صعوبات التي تراقها بعض الجمعيات الجديدة خاصة بعد الثورة والتي أعترضتها كثير من الإشكاليات أظن أن هذه النقطة تمثل توحيد الجهود ومحاولة التنسيق وجمع الإمكانيات من أجل حل هذه الإشكاليات ومن أجل طبعا النهوض بالعمل الخيري في المهجر بشكل عام بغيته طبعا وهدفنا جميعا هو خدمة أحبابنا من التونسيين في داخل الوطن أول مرة نجي إلى المقار رمزي ورمزية متاعه وإن شاء الله نجمه نصغلوه وعدة جمعيات موجودة في فرنسا ما عنداش حتى عنوان بريدي ما تجتمع على المكاتب المتاحة ربما المقار رمزي إن شاء الله بادرة إيجابية جدا في سبيل ومعناش ملك سفقافي في فرنسا عنا عدة مشاكل متاع الجالية التونسية أنا نتصور هذه نقطة بداية في باريس ومازال عنا بودزاريس ومازالت عدة مقارات اللي ربما تكون العقبة في ما أحسن لأول مرة من عام 1977 جيت الفرنسا اللي أول مرة نجيل هنا وإن شاء الله إن شاء الله طرق خير والله للأسف الشديد حالي الجمعيات مع كامل احترامات البعض نسمع وجعجع ولا نرط حينها وثماش تناسق وكذا فهمني والحب بالله بالله نداء الشعب التونس في نداء لا نساكن في تونس لكن نساكن في قلوبنا يعني بالله علمانيين وإسلاميين من أجل الوطني يجبنا الحوار كفانة التلاسن وتراشق بالله علمانيين وإسلاميين معنات من أجل الوطني يجبنا معنا الحوار ومثل مؤسسات هذه كدار الجمعيات تتخلي الناس تفتقي وتتحاور إن شاء الله إن شاء الله مهم للعمل للجمعيات هي يعني تكثر النجاعة متاع الجمعيات والتلاقي الجمعيات وإن شاء الله يكون الفضاء معناها حر ومساهمة للعمل الأكثر نجاعة من أجل البلاد ومن أجل الجالية الموجودة في فرنسا ما مكان ينقص الجمعيات؟ من بين الحاجات التي تنقص الجمعيات من ضمن وجود المقارات هذه حاجة أولى الحاجة الثانية هي تنسيق مبناتها وإن شاء الله وجود الفضاء هدايا يتحل الإشكال متاع المقارات الاجتماعات ومقارات التنظيمية وتكون فرصة باش تتلاقى الجمعيات وتتنسق مع بعضها من أجل النجاعة أكثر للعمل الجمعياتي والمساهمة التنمية بالمقفومة الشاملة التنمية في البلاد والجهة الموجودة هنا المنظمات التونسية والجمعيات التونسية الموجودة في باريس الكل هاليوم بعد فهالفترة اللي تمر بها تونسنا الحبيبة لكلنا واعي ولكلنا أحساس بالقضايا متاع بلادنا ولكلنا نحاول باش ندعم ومن شيرتنا بما نستطيع معناها الثورة التونسية اللي هي في البداية بتاعها وإن شاء الله نمدوا يد العون للتونسيين في الداخل أحنا تونسيين الخارج لكن عمرنا ما نسينا الأم وعمرنا ما نسينا مسقط الرأس وعمرنا ما نسينا الوطن بالطبع مهم بشؤون إهدار الجمعيات لأن الجمعيات في فرنسا يجب أن تجتمع ويجب أن تكون تنشط في المقر هذا لا خاطر تنجم تحصل على مساعدات المساعدات يجب أن يكونوا يجب أن يكونوا مجتمعين يجب أن يجب أن يخدموا بشكل ارثماتيك على برشة مواضيع لذلك المجتمع الفضاء هذا يكون كبداية أهم بش الجمعيات تتخدم مع بعضها وتنسق بش توصل تتحصل على مساعدات بش تنجم تعاون بها البلاد التونسيين ماذا أدوركم اللي موجودين في السلبة المنظمات والسلبة عندك المجتمع النشيد في الدول الأوروبية والله نحب ندى كلامي بلاهم بسيط على خاطر كان يمكن بش يستغلونا كمواطنين توانسا عايشين البرا كان يمكن يستغلونا يستفيدون مننا كان يمكن الدولة التونسية تستفيد من وجودنا وتلقفنا المباشر مع الغرب في أوروبا ولا في كل أسقع العالم بش نكونوا أحنا أول ناس مش تعدي الرسالة يقولوا لي تونس اليوم رأي تونس اليوم أحسن من اللي كانت منه تونس اليوم إذا نقفو لها الناس الكل عندها صورة تكون أجمل بكثير يعني ثم ناس تستغل الفرصة التاريخ لا يعيد نفسها ثم ناس تستغل الفرصة لوجود هذه المشاهد ضم الثورة هذية تم أحداث اللي هي جميلة صحيح في بعض الأحيان هنالك من الوقاء ما يند له الجبين ولكن أحنا التونسيين اللي عايشين البرا اليوم كلنا شعرين بالمسؤولية ونحاول نعديه الصورة الإيجابية للي قاعد يا قافيتونس حاولنا عادي وصورة إيجابية لمجتمع قاعد لولادة بيتاتر ولادة عصيرة ولكنها ولادة مش تخرجنا جميلة جدا ومش تخرجنا إن شاء الله تونس أجمل من اللي كانت عليه إن شاء الله في مرحلة مفتوحة على كل النهايات وفي وضع متقلب شامل لكل القطاعات والمجالات عمل جمعياتي أكثر من مطلوب بتحدياته وريهاناته الحاضرة والمستقبلية إلى اللقاء اشتركوا في القناة